أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن المحافظة احتلت الصدار بين محافظات الجمهورية في استرداد الأراضي أملاك الدولة خلال المرحلة الأولى من الموجة العشرين لإزالة التعديات ونجحت الأجهزة التنفيذية بها في استرداد ما يقارب مليون وسبعمائة ألف متر مربع من أراضي البناء وأكد محافظ القاهرة أن هذه الإزالات تأتي تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بالعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون وتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على الأراضي أملاك الدولة ونهر النيل والأراضي الزراعية ورصد كافة أشكال التعديات على المجاري المائية وإزالتها في مهدها